اشتركوا في القناة ومعظم المؤشرات التقنية اللي نحن مستعملها هي عدم تكون مبنية على المتوسطات المتحركة فرح نبلش أول شي بتعريف صغير عن المتوسطات المتحرك شو هو من بعدها ننتقل لها نتعلم كيفية استعمال المتوسطات المتحركة والاستفادة منها خلال التداول أول شي المتوسطة المتحرك هو طريقة حسبته والاستعمال تابعه بشكل أول هو بيقدر يعطينا طريقة أسهل لقراءة الحركة السعرية نحن بنعرف مثلا الأسعار بطلع بتنزل بشكل سريع بصير في تقلبات قوية بالسوق ولكن المتوسط متحرك هو بياخد متوسط لهذه الحركة نحن لما عم ناخد متوسط يعني اليوم نحن لما نعتبر في عنا عشر أرقام معينين وهالأرقام بختلفين فنحن لما ناخد فكرة عن هؤلاء الأرقام أو دليلات هؤلاء الأرقام ناخد المتوسط طبعاً يلي هو الأفرج نفس الشي بالنسبة للأسعار فنحن لما نكون عم نطلع على متوسط متحرك نحن نكون عم نشوف فكرة عم ناخد فكرة أسهل من ما أنه نحن نطلع على الحركة السعرية مثل ما هي منكون عم نطلع على متوسط المتحرك على أداء المتوسط المتحرك لحتى ناخد نظرة أو فكرة أوضح عن الحركة السعرية اللي كانت موجودة فاليوم متوسط متحرك طريقة تحسطه سهل كتير نحن لو نأعتبر أنه لا نحسب أي متوسط معين نأعتبر أنه عندنا 10 أرقام نجمع هؤلاء 10 أرقام ونقسمهم على 10 بيطلع لنا المتوسط طبعاً متوسط متحرك بالبورسة ونفس الشي بس بنا نكون عم ناخد سعر الإغلاق فينا نكون عم ناخد سعر الفتح فينا نكون عم ناخد أعلى سعر خلال إطار زمني معين أو أدنى سعر خلال إطار زمني معين عم نحسب هيدا الأسعار ونجيب المتوسط طبعاً وكل ما يخلق في عنا شمعة جديدة أو نطاق جديد على الرسم البياني بيكون أكيد عم نحسب على الأسعار الجديدة فهيدا الشي يلي هو بيخلينا نحن يكون في عنا المتوسط متحرك كيفية استعماليات المتوسط متحركات أو الشي هي المتوسط متحرك الأكثر شيوعاً في عنا عدة أنواع متوسط متحرك متوسطات متحركة من المتوسط متحرك البسيط أو الأسعي اللي هنه الإكسبونانشل أو السيمبل موفينك أفرجز هودا نحن بنكون أكتر شي المتداولين بيستعملون أكيد في بعض أنواع متوسطات متحركة مختلفة هي عادةً بيكون في لألة مثلاً تقل أكتر على الحركة السعرية الأخيرة فلا يجب أن يكون معظم المتداولين بيستعملوها لأنه هي بتكون فعلياً عم تتحرك بشكل سريع مع أي تغير في الأسعار هذا الشيء ممكن يسمح له للمتداولي يكون في عنده فرصة أحسن من ما أنه يكون عم يستعمل متوسط متحرك عم بيعطي نفس الحجم أو نفس التقل لكافة الأسعار اللي كانت مراقبة وستعملناها في حسبة المتوسط المتحرك فهي هي المتوسطات متحركة الأكثر شيوعاً نحن ليش نستعمل متوسط متحرك عادةً تحديد الاتجاهات لما يكون السعر عم يتداول فوق متوسط متحرك معين يعني نحن عم نقول أنه السعر فوق متوسط الفترة المعينة يعني هيدا شيء إيجابي هيدا شيء عم بيدل أنه الاتجاه صاعد والعاكس صحيح لما يكون السعر أدنى من المتوسط متحرك أو السعر بيكون أقل من مستوى المتوسط متحرك عادةً بيكون بيدل أنه السعر على انخفاض والاتجاه كمان هبوط كمان ممكن المتوسطات متحركة تستعمل كدعم ومقاومي كأننا نحن بالندوان السابقة شرحنا شونا الدعم المقاومي اللي هي المعركة اللي عم تكون بين الشاريين وبين البيعين في السوق فهي عادةً بتكون على مستويات محددة فمعظم الأحيان كمان متوسطات متحركة بيكون فيه لألا دلالة معينة هيدا الشيء بيخلق حجم تداول معين عند الشاريين والبيعين من ما بيخلق نقاط طعم ومقاومي مثل ما ذكرنا في أنواع متوسطات متحركة مختلفة في عنا الأنواع التقليدية اللي هنه Simple Exponential Linear Weighted أو Smooth وفي عنا العصرية اللي صار فيه تطوير لألون أو تحسين لألون اللي بعض المتداولين كانوا عم بيجربوا يخلقوا مثل متوسطات متحركة عم تهين عليهم أو تجهل طريقة التداول أسهل أو عم تعطيهم مثل بعض قرارات أدق من المتوسطات متحركة تقليدية مننا الهول ومننا Double Exponential Moving Average و Triple Exponential Moving Average فهذه هي النظرة عن أنواع المتوسطات المتحركة هلأ رح نحكي عن المتوسطات المتحركة شو هي يعني نحن عم نشوفهم أمامنا في عنا اثنين نوعين متوسط متحرك واحد Simple اللي هو البسيط واحد Exponential اللي هو الأسهل هؤدي الاثنين متوسطات متحركة البسيط هو ما بيحسب أي تقل للأسعار الجديدة يعني عادة لما يكون في حسبة معينة لآخر عشر الأسعار اللي نعتبر بيكون عم بيحط نفس التقل على كل هؤدي الأسعار يعني لما عم نقسم عم نقسم كمانا بعشرة فعم يطلع عنا نفس الإقاء على كل الفترات يعني مراقب أو كل الأسعار اللي استعملين بالنسبة للExponential بيكون في ثقل أكتر على الحركة السعرية الأخيرة يعني نعتبر نحن أخذنا عشر أسعار معينين بيعتبر مثلا آخر الأسعار عم بتصير بيعطيهم تقل وبيعطيهم أهمية أكتر من الأسعار السابقة لأنه بيعتبر أنه هيدا بتدل على أجد تغير بالحركة السعرية بما هو مفروض ينعكس على المتوسط متحرك فنحن عم نشوف بطبيعة الحال يلي ما بيكون عم بيعطي دلالة أو أهمية أكتر للتقلوبات السعرية الأخيرة بيكون عادة أبعد عن السعر ويلي هو باللون الأحمر متوسط البسيط وعم نشوف بالأزرق يلي هو الإكسبونانش وميجابريتش بيكون أقرب عادة للسعر مثل ما عم نشوف بهذه الطريقة نحن ننتقل اليوم لاستخدامات المتوسطات المتحركة شو هو استخداماتها؟ بطريقة بسيطة جدا بسيطة جدا مثل ما ذكرنا أنه عادة لما السعر يكون عم بتداول فوق المتوسط متحرك عادة بيكون إيجابي والعكس صحيح كمان اختراق أو التقاطع بين السعر وبين متوسط متحرك بيكون إيجابي وبيخلق لنا إشارة شراء في السوق وهيدا شي عم نشوفه لما صار فيه تقاطع بين السعر والمتوسط المتحرك صار فيه عملية شراء أو إشارة شراء وكنا عم نشوف السعر عم بيرتفع والعكس صحيح لما صار فيه تقاطع نزل السعر تحت متوسط متحرك بتخلق لنا إشارة بيع وكمان عم بيكون فيه هبوط للسعر من هذك الحين فأنا بطريقة مبسطة جدا أبسط إشارات ممكن ناخدها هي بس أننا نحن نحط متوسط متحرك على رسم بيانة معين وأي تقاطعات بين السعر والرسم بيانة فيها تكون كدلالات أو إشارات بالسوق الآن بعض الناس تسأل إنه شو هي المدة اللي يجب أن نستعملها على متوسطات متحركة ما فيه مدة أساسية إنه هيدا المدة خلاص متعرف عليها يعني هيدا المدة هي بتكون أدق من غيرها بس عادة المتدورين بيستعملوا خمسين مية وميتانية اللي هن معتبع يعني متعرف عليهم وكتير بيستعملوهم المتدورين فهن موما يخلق ممكن يخلق لهم أهمية أكثر من متوسطات متحركة الأخرى عم نشوف هون بطريقة تانية كمان المتوسطات المتحركة نحنا كنا عم نستعمل قبل السعر ومتوسط متحرك بهذه الطريقة هون نحنا فينا نكون عم نستعمل اثنين متوسطات متحركة واحد منهم عم بيحل مكان السعر والثاني عم بيكون هو الأبعد نحنا منغللهم فاست وسلو أو واحد سريع وواحد بطيء السريع عادة بيكون عم بيمثل تقريبا السعر والبطيء هو بيكون عم بيمثل الاتجاه فأي تقاطع بيصير هاي عادة بتخفف علينا الإشارات اللي بتكون إشارات خاطئة فبهاي طبيعة الحال لما يصير فيه تقاطع بين متوسط المتحرك دول مدة الأقصر فوق متوسط المتحرك دول مدة الأعلى بتكون فيه إشارة شراء والعكس صحيح عم نشوفهم أمامنا على الشاشة معدل الـ 50 نهار ومعدل الـ 200 نهار لما معدل الـ 50 نهار طلع فوق الـ 200 نهار صار فيه عملية شراء ولما نزل معدل الـ 50 نهار تحت الـ 200 نهار صار فيه عملية بيع طريقة أخرى أيضاً لاستخدام المتوسطات المتحركة هي عادة أن نستعمل واحد من المتوسطات اللي هو عادة بيكون دول مد الأطول مستعمله فقط للاتجاه والثاني من يكون عم نستعمله اللي هو السريع من يكون عم نستعمله مثل ما شرحنا بالأول هو تقاطع بينه وبين السعر فنحن لما عم نشوف مثلاً السعر عم يتداول فوق النطاق المعدل الميتين نهار اللي هو باللون الأحمر أنا عم بطلع لحتى فوت بعمليات شراء في السوق وليس عمليات بيع بفوض معي كمان متوسط متحرك سريع دمدة قصيرة وأي تقاطع بين السعر والمتوسط متحرك اللي عنده مدة قصيرة بتكون عم تعطيني إشارة البيعية يعني هون صار فيه تقاطع بين السعر والمتوسط متحرك والسعر كمان عم يتداول فوق متوسط متحرك طبعاً 200 نهار هيدا الشي هون عم يعطيني الاتجاه أنه هو زاعد وهيدا عم يعطيني نقطة الدخول وصار فيه ارتفاع بالسعر مرة 2, 3, 4 و 5 مرات نحن عم نشوف كمان فيه نحن نعرف مثلاً السعر لما يتقاطع بشكل سلبي مع المتوسط متحرك عطاً بيعطي إشارة بيع بس نحن كنا عم نستعمل متوسط متحرك لدول مد الأكبر كفلتر لهيدا الموضوع فلكننا نحن بس عم ناخد عمليات الشراء في السوق وهيدي هي واحدة كمان من استخدامات المتوسطات المتحركة هون عم نستعمل متوسط متحرك كsupport and resistance أو كنقطة دعم ومقاومة عم نشوف كمان السعر ارتفع فوق متوسط متحرك تبع المئة تنهار رجع نزل أخد دعم منه وصار فيه ارتداد بالسوق دعم مرة ثانية وارتداد بالسوق مرة ثالثة ورابعة وخمسة وستسة فهيدا الشي صار عندنا هون صار عند المتداولين كدلالة لما عم بيصير فيه ارتداد من المتوسط متحرك عم نشهد نحن ارتفاع في السوق فهيدا الشي بيخلق عادة أوامر شراء عند محل معين بس عادة لما يصير المتوسط متحرك كذا مرة دعم الأسواق عادة بيصير عرضة أكثر للكسر وهنا عم نشوف كنا بآخر العمليات لما تم تقاطع بشكل سلبي بين السعر والمتوسط متحرك فيه هبوط للسوق فلهيك كمانا نقدر نحن نستعمل متوسطات متحركة كنقاط دعم أو مقاومة كمانا بعض المتداولين اللي اعتبر كانوا داخلين بصفقة شراء من هيدا المستوى بيكونوا عم بيستعملوا متوسط متحرك كتريلينج ستابلوس فبصير الستابلوس طبعا هو عم بيرتفع كل ما عم بيرتفع المتوسط المتحرك لا يوصل لمحل انه بيكون متوسط متحرك صار أعلى من نقطة الدخول هونيك بيكونوا قاموا بعملية حماية الأرباح تبعهم هايدي هي استخدامات متوسطات متحركة بشكل سريع ومفصل منو هالشي صعب منو هالمؤشر صعب العكس هو دغري مؤشر صريح وواضح هلق رح ننتقل لمنصة MetaTrader4 بعد ما نشرح مؤشر المكديل حتى نشرح كيفية وضع متوسطات متحركة على منصة MetaTrader4 رح ننتقل لمؤشر المكديل هو بالعربي تشرحه اختلاف تقارب متوسط متحرك لأنه هو Moving Average Convergence Divergence يلي هو عادة بينظر لعملية تفاعل المتوسطات متحركة بين بعض البعض هو عادة مؤشر زخم بيطبع الاتجاه عبر النظر العلاقة بين متوسطين متحركين فالبوقت نحن نستعمله للمكديل أو المي سيدي نستعمله لعدة غيات أو بعدة طرق يعني عادة تقاطع بين المتوسطات المتحركة عادة يعني كمانا بتكون عم تخلق لنا عمليات شراء أو بيع لما يصير فيه اختلافات أو Divergence نحن كمانا بيخلق لنا إشارات معينة وكمان الارتفاع والسخوط السريع كمانا فيه له دلالة معينة بمؤشر المكديل المكديل هو بيتألف من للأسف فالبوق فيه فرق بين المكديل الموجود على منصة MetaTrader 4 والمكديل الموجود على منصات أخرى منصات أخرى بتفرجيه بطريقة أخرى عن منصة MetaTrader 4 بس رح نحكي عن هيدا الموضو وعادة هو فقط خط المكديل الموجود هو الفرق بين متوسط 12 و متوسط 26 الأكيد الـ Exponential لفترة معينة يعني نحن بنحكي مثلا نحطين الرسم البياني تبع الساعة بيكون عم بيخد 12 ساعة و 26 ساعة إذا حطين على Daily بيكون عم بيخد على 12 نهار و 26 نهار وكمان الإشارة الخط أحمر أو Signal Line اللي هو عادة عم بيكون بالخط الأحمر هو بيكون عم بياخد آخر 9 periods للـ Exponential Moving Average على المتا Trader 4 اللي هو عادة عم بياخد Simple Moving Average أو المسيط اللي هو عادة عم بيتباع الحركة يعني هو صار كأنه عم نستعمل نحن الخط المكديل كأنه سعر والـ Signal Line أو الخط الأحمر هو عم بيكون كمتوسط متحرك عم بيلحق هيدا سعر فصار الخط المكديل عم بيعطينا نظرة أوضح وبسيطة جدا عن الحركة السعرية والـ Signal Line أو الخط الأحمر هو عم بيكون خط التقاطع اللي عم بيعطينا دلالة الدخول أو الخروج من السوق عبر التقاطع الرسم البياني أو الهيستوغرام أو الرسم البياني الشريطي بيكون مبين عادةً هو بيكون الفرق بين الخطين يعني خداش فيه تباعد بين التسعة بين الخط الإشارة أو Signal Line وخط المكدي عادةً لما يكون الفرق بينتهم كبير بيقدر يدلنا كمان أنه The market is overbought أو oversold يعني فيه extreme بالسوق فيه اتجاه كتير صار له فترة بالسوق ويمكن يصير فيه الدلالة أو صار فيه احتمال الأنعكاس هيدا هي بنظرة سريعة عن المكدي بس لما ننتقل على منصة MetaTrader 4 رح يكون أوضح أكيد هيدا هو المؤشر على منصة MetaTrader 4 عم نشوف تحت فيه عندنا هود الرسم البياني وفيه عندنا الخط أولا ما يصير فيه تقاطع هلاغ عن منصة MetaTrader 4 رح أشرحها ما رح أشرح عن هيدا السورة هون كمان عم نرجع نفرر أنه الحسب السريع على المكدي هو متوسط متحرك القصي لمدة 12 نهار ناقص متوسط 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 متحرك القصي لمدة 26 نهار إذا عم نستعمل نحن أكيد Daily Chart وكمان خط الإشارة يلي هو متوسط متحرك قصي لمدة 9 أيام من المكدي النقاط الرئيسي مثل ما ذكرنا يقوم المكدي بإطلاق إشارات فنية عندما يعبر فوق خط الإشارة هيدا بتكون إشارة شراء وتحت خط الإشارة هيدا بتكون إشارة بيع يعني ما نعتبر أنه المكدي هو سعر وخط الإشارة هو Moving Average لما يتقاطع السعر فوق Moving Average بيكون في عملية شراء والعكس صحيح هيدا هي المؤشر المكدي على منصات أخرى يعني عم نشوف بهذه الطريقة بيكون موجود على منصة MetaTrader4 بهذه الطريقة بيكون موجود على منصات أخرى الخط الأزرق هو المكدي لين والخط الأحمر هو السيجنل لين فنحن نشوف أي تقاطع بين الخط الأحمر والخط الأزرق عادتاً بيكون إشارة للبيع أو إشارة للشراء والهيستوغرام اللي نبين بهذه الصورة هي بيكون الفرق بين الخط الأزرق والخط الأحمر لما يوصع هيدا بفرج إنه ممكن صار فيه اكتفاء بالعملية الموجودة يعني صار فيه ارتفاع صارنا بـ Overbought Territory أو بـ Oversold يعني الماركت صار رايح لاتجاه الأعلى بشكل حاد ممكن يصير في عنا نوع من التصحيح والعكس صحيح في حال كان فيه هبوط حاد كمان عم يعطينا ممكن صار فيه دلالة للتصحيح أو احتمال للتصحيح في السعر فهيدي هي عمنصات أخرى عمنصة MetaTrader4 راح نحكي عنا أهلا هيدا هي منصة MetaTrader4 راح نحط Lighter Color ورح ننتقل أول شي راح نحكي عن المتواسطات المتحركة عادنا نحط متواسط متحرك مجلة هون على Trend في عنا Moving Average منحط Moving Average ومننقي الPeriod وكمانا منقدر نقي النوع تبع Moving Average جزء البسيط إذا القصي ولا Smoothed أو Linear Weighted يعني في عنا في عنا بأنواع مختلفة فرح نستعمل الخمسين راح فرجيكن الاختلاف بعناتو يعني راح نشوف نحنا عحط الخمسين نهار راح نحط Daily Chart راح نحط الخمسين البسيط هيدا عم فرجينا إنه إذا عنا بطلع بشوف السعر فوق متوسط متحرك يعني هيدا بيدلني إنه الاتجاه صاعد كمان راح إجرع إجرع حط راح استعمل لأنواع مختلفة لنشوف الفرق عم نشوف الExponential عم بيكون أقرب للسعر نتيجة إنه هو بحط تقل أكتر على الحركة السعرية الأخيرة علما إنه 2N عم بياخدوا نفس الأسعار يعني عم ناخد خمسين بخمسين نحن نجح كمان نحط النقلان آخر راح نحط Smooth اللي هو بيكون عادة شوي أبعد كمان وراح نحط بطريقة أخرى راح نحط Linear Weighted اللي هو عادة بيكون الأقرب للسعر وهو أكثر عرضة يصير في يعطينا إشارات أكتر في السوق ولكن كمان لما تكتر الإشارات عادة بتكون نسبة نجاحة ضائلة فعلى هيك نحن فعلى هيك نحن الدولية عادة بيستعملوا البسيط أو الأصيل simple أو exponential حتى هن عادة منهم كتير أقرب ومنهم كتير بعيد عن السعر فممكن يكون عم بيعطيهم إشارات أوضح وعند نسبة نجاح على من المتوسطات المتحركة العادة بتكون أقرب للسعر فهو دي هن أربع أنواع متوسطات متحركة مختلفة وأربعة هن اخدين نفس الأسعار بس طريقة حسبتهم هي مختلفة فلايك عم نشوف نحن عنا اختلاف بالمستويات تبع هذه الأسعار رح نحن نجح للهلق رح نشرح كيفية الدخول والخروج من الأسواق عبر المتوسطات المتحركة يعني اليوم نحن هيدا متوسط متحرك رح نستعمل تقاطع بين عشرين نهار وأيضا تقاطع بين أوكي فهيدا بهيدا الطريقة نحن عم نشوف تقاطع بين متوسطات متحركة القريبة والبيدي يعني نحن نشوف بين مدة عشرين ومدة خمسين نحن فينا بالطريقة الأولى كان ننطر للمتوسط متحرك يصير فيه رح نشرح رح نشيل للعشرين أول شي ونشرح هون يعني فينا نحن ننتظر أي اختراق بين السعر أو تقاطع بين السعر والمتوسط متحرك لحتى نفوت بالسوق يعني مثل بهيدا الناحية صار فيه هون عملية شراء وارتفع السعر ونصار فيه عملية بيعية وانخفض السعر هوني كان فيه مستوى مقاومة وهوني كمان مستوى مقاومة فايدك شي كان عم بفرجه كمان وصوات حركة فيها تستعمل لنقاط المقاومة والدعم كمان بهيدا طريقة آخر ارتفاع عم نشوف انه صار فيه ارتفاع للسعر فوق المتوسط متحرك 200 يلي هو كان تقريبا عم مستوى 1.10 لليورو وصار فيه ارتفاع حد اذا نحن ما بدنا نفوت بهود الدليلات يعني عم نشوف هوني صار فيه كتير فرص عم ندخل فيه ومعظمة ما كان ناجح فنحن بنجي منستعمل متوسط متحرك آخر عم نجي نحن نحط period او مدة اقصر شوي وعم ننقي كمان لون فنحن بنصير بس نطلع على التقاطع بين متوسط متحرك باللون الازرق والسعر لحتى ندخل او نخرج من الاسواق المتوسطات متحركة هي احسن شي بيكون اداءة لما يكون فيه اتجاه واضح في السوق وصريح لما يكون فيه عنا تداول بشكل عرضي او تداول غير واضح عادة بتأدي لتعطي اشارات خاطئة او اشارات بطيئة عادة فلاهيك نحن بنشوف انه عادة المستثمرين بنتظروا ليصير في اتجاهات اكتر في السوق واتجاه واضح وبيستعملوا المتوسطات متحركة للدخول والخروج من الاسواق فهيدي بطريقة سريعة للحديث عن المتوسطات المتحركة راح ننتقل نحط على الرسم البياني هو زيته راح نحط الماك دي مؤشر الماك دي اللي كنا شرحنا من شوي قليل اللي عم نحط كمان متل ما حكينا هو 12 و 26 عم ننقص هوده من بعض اللي يطلع في عنا الماك دي لاين والسيجنال لاين هو ناين اسامية اللي هو عم بيكون سيمبل عم بياخد الموجود من الماك دي لاين ويحط عليه متوسط التسعة والحنا عم نشوف بهذه الطريقة اللي كنت عم فرجيكم عليه المتوسط الماك دي على المنصات المختلفة الراس طبع الهيستوغرام اللي موجود عنا يعني هيدا الحفة اللي هي موجودة هون اللي هو الأطراف طبع الهيستوغرام هي بتألف الخط الآخر يعني نحنا اليوم لو نطلع بهذه الطريقة نحرصمها هيك بطريقة سريعة يعني هيدا هو الماك دي لاين يلي عم نشوفه هون بهذه الطريقة هيدا هو الماك دي لاين عم نصة متا تريدر فور هو الأطراف طبع الهيستوغرام يعني هاي هي الماك دي لين والأحمر هو السيجنال لين فلما إجي أنا هون وضح شوي شو هو الماك دي لين يعني أي تقاطع عم بيصير بين هؤلاء الخطين يعني إن كان الطرف تبع الهيستوغرام والخط الأحمر التقاطع اللي عم بيصير هون عم بيعطيني إشارة بيع فصار في عملية ناجحة جدا وهنا عم بيعطيني إشارة إشارة عفوا شراء كانت ناجحة جدا وهو عم بيعطيني إشارة بيع وكان فيه كمان هبوط في السعر فنحن لما نجي نخفي هيدا الماك دي لين فبقى عنا نحن كأنه في عنا خطين يلي هو الأسود عم بيكون الماك دي لين والأحمر هو عم بيكون سيجنال لين فأي تقاطع بين هدن هو عم بيعطيني إشارة فهيدا هي الطريقة اللي بفرجينا المتوسط بفرجينا الماك دي أو مؤشر الماك دي فنحن عم نرجع لهون حتى كمان اللي منقدر نستفيد منه للماك دي إنه لما نشوف هلقد فيه ارتفاع الهيستوغرام عم بيكون كتير مرتفع إن كان فلا نعتبر بهيدا بهيدا الطريقة فهو عم بيعطينا إنه صار فيه احتمالات يصير فيه تصحيح في الأسواق وهن كنا عم نشوف صار فيه تصحيح صار فيه دايفورجنس بهيدا نقطة بالسعر على إطار زمني قصير وصار فيه كمان تراجع في السعر تراجع واضح ننتقل حتى نشوف كمان دايفورجنس على التوسطات المتحركة على الماك دي يعني عنا هون تقريبا في عنا كان نوع من دايفورجنس عم نشوف الهيستوغرام موجود بطريقة معينة والسيجنل لين أدنى شوي فهيدا الشيء صار فيه وصحيح مانا كتير واضح بالناحية دايفورجنس بس هيدا الشيء كان عم بيقدل السعر دايفورجنس عادة لما يكون في عنا سعر مرتفع بماك دي معين بس بيرجع بيتبعه سعر مرتفع أكثر بماك دي منخفض عن القمة اللي أعلى فهيدا الشيء بيكون عنا بيصير في عنا دايفورجنس أو اختلاف وهيدا الشيء عادة بيعطينا دليل لأخذ عمليات معاكسة للسوق لأنه هي بتعطينا مثل دليل إنه ممكن يصير فيه تصحيح في الأسواب فهي بطريقة هيدا هو المؤشر الماك دي وهيدا هي المتوسطات المتحركية اللي كنا نحنا حكينا عنهم إذا حدا عنده أي من الأسئلة بتمنى يكتب سؤال لحتى نقدر نجاوب وننخشو بس بحب ذكر إنه جميع الأخبار والمعلومات والأراء المذكورة بهذه النذوة التعليمية العبر الويب هي فقط لأغراض تعليمية محد وما بيبغي على أي من المتداولين إنه يخدوها كدلالة أو إشارة لشراء أو بيع أي سلعة أو أداة مالية معينة تمام لكن هيدا المحاضرة لليوم في حل أي حدا عنده أي من الأسئلة في كتوب إيميل ويرسوا البريد الإلكتروني على webinar at icm.com أو support at icm.com ونحنا نكون جاهزين لحتى نزعده هيدا كل شي على ندو اليوم نحنا نشكر حضوركم وإن شاء الله نلقيكم بالندو اشتركوا في القناة